مفهوم ريادة الأعمال طبعا هناك العديد من التعريف التي تضمنت ريادة الأعمال لكن على العموم لا يوجد تعريف شامل لهذا المصطلح فأصفح مفهوم ريادة الأعمال شائع الاستخدام ومتداول بشكل واسع خاصة مع انتشار مسألة المبادرة الفردية والإبداع الفكري ويعد العالم بيتر دراكر من الأوائل الذين أشاروا إلى ذلك في سنة 1985 من خلال إشارته إلى تحول الاقتصاديات الحديثة من اقتصاديات الإدارة إلى اقتصاديات الريادية كلمة ريادة الأعمال باللغة الإنجليزية تعني entrepreneurship وهي كلمة إنجليزية الأصل تم اشتقاقها من الكلمة الفرنسية entrepreneur ترجمت إلى الفرنسية بentrepreneuried في البداية اعتمدت أدبيات إدارة الأعمال على مفهوم الريادية بمثابة إقامة مشروع أما اليوم فاختلفت وجهات النظر حول المفهوم في حد ذاته وقد عرفت من عدة زوايا باختلاف توجهات وتفكير المهتمين يمكن تعريف ريادة الأعمال على أساس أنها ظاهرة نشأت وتطور فرص جديدة خالقة لقيمة اقتصادية أو اجتماعية والتي تحققت من طرف فرد يدعى الريادي بفضل المبادرة ديناميكيات الابتكار والتفاعل مع البيئة وأيضا يمكن تعريف ريادة الأعمال على أنها نشاط ينطوي على اكتشاف وتقييم واستغلال الفرص التي تسمح بخلق سلع وخدمات جديدة هياكل تنظيمية جديدة أسواق جديدة أو حتى عمليات بطرق ربما لم تكن موجودة من قبل وأيضا يمكن تعريف ريادة الأعمال على أساس أنها علم قائم بحد ذاته وهذا العلم بمثابة أداة أساسية لتطوير الثقافة الريادية في البلاد ومن خلال استعراض تعريفات ريادة الأعمال يمكن استنتاج الأبعاد الثلاثة لريادة الأعمال فالأبعاد الثلاثة لريادة الأعمال هي العمل الحر والمخاطرة والإبداع فالعمل الحر يعني يقصد به أن يكون العمل مستقلا لمالكه رائد الأعمال وليس العمل لدى الآخرين البعد الثاني أن يتضمن نوعا من المخاطرة سواء كانت المخاطرة مصاحبة للفكرة الجديدة أو الإسلوب الحديث أو السوق الجديدة وأيا كان فالمقصود بالمخاطرة أي المخاطرة المدروسة والمخططة مسبقا لإحتمال تبعاتها البعد الثالث أن يكون إبداعيا فالجانب الإبداعي هو الحقيقة ما يميز المشروع الريادي عن غيره من المشروعات التقليدية الأخرى وبالتالي بعد استعراض جميع تعريفات ريادة الأعمال التي ذكرت سابقا والموجودة في كتب ريادة الأعمال يمكن القول بأن ريادة الأعمال هي إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة ترجمة نانسي قنقر